هناك عادتنا دائما كلها ربعانوك وهون شي من المتقاعدين الضباط الصف والجنود تقدموا القالي والنفيس في ظروف الصعبة في المؤسسة العسكرية واللي عقبنا عليه فينا اللي مات علياتنا دهما عندهم 5,000 فقية تقطع منهم البوستة فين كلها دلتشار فينا دول اللي فيهم الأمراض المزمنة اللي تقاعدوا وكلهم عندهم 17 فقية وعاد قاعدوا مستحيم البوستة ما يقدر يجيب اللي عنده 10,000 هذه الظروف الصعبة كاملة نرفضنا فيها الدولة العقب نعليدهم وذلك في ذي الفترة دهي نتكلم الرئيس الجمهورية اللي رئيسه جنراله متقاعد ويعرف ظروفنا ديك وزير الدفاع جنراله متقاعد ويعرف ظروفنا رئيس البرنامان جنراله متقاعد ونحن في ذي الظروف ضرك اللهي اللي ما تعطي دفع لأخوتنا اللي راموا في الحدود ومقارضين ولا تعطي مولي لأخوتنا اللي هم هنا تياها المؤسسة الأمنية اللي عدلوا حفظ النظام بالعقوبة تمدهي نحن هنا تياها قيوريين ونختارون ونعرفوا شنه الأسباب جعلت رئيس الجمهورية على أنه يزيد النواب يزيد البرناماني العمد كلهم 250 ألف وبيعا على أنهم لا يزكوا ويزيد النواب على أنهم يعدلوا المشاريع وصادقوا عليهم في الوقت اللي نحن قدمنا القائل والنفيس من الشعب الموريتاني يقالبوا يزيدنا وقالبوا عدلنا شي هذا بعد اللي لا يحافظ به واللي لا يصوت الوم واللي ونحن لوستانا ما نقدم صوته بين اللي ما جبرنا حقوقنا كيف الشعب الموريتاني المظلوم كامل وهذا نختار أموالي رئيس الجمهورية يفهم على أن أموالي ضار المؤسسة العسكرية بها اللي الرجال المتبط حضارك في حدود مالي والرجال اللي تعدل حفظ النظام يقول أخوتنا حنا هم اليالتهم ينزادوا ويالتهم يعطالهم التراب ويالتهم يعطالهم العتاد ويالتهم يقبل أولاد نحن الجهنة كانوا ميرا كريتوهم أمنوا بعمل الدولة قالوا ما بي عنه وزير المالية به اللي ما بيه كوميسيوحات شو متقاعدين من قوات المسلحة وقوات الأمن ونعانوا ياسر من المعانات رئيس الجمهورية هذو هذو ورك القوات المسلحة وقوات الأمن هم اللي حاملين دولة فقال احنا متقاعدين فانسيوهنا فيه واحدين حوروا الحرب الصحراء يجبروا خمستهلافوقية رأيهم في البصة وفيه واحدين يجبروا خمسته عشرين وفيه ملي عليات عليات اللي كانوا شادينهم لا لا صنادرة قوات المسلحة وقوات الأمن رأيهم واقفين أرمالات اللي يتوفا ويبقى هون ضحايا في المبجيهون رأي واحدة منهم قاعد واقفة وواحدين قاعد وواحدين اللي كلم انقطعت عنهم ولا عندهم يالتقت الرئيس عدد لهم كلم